البدء بالحديث عن طريق الحصول على عمل هناك العديد من الطرق لدخول سوق العمل السويدي والحصول على وظيفة أو بدء مشروعك التجاري الخاص أي تأسيس شركتك العديد من المهن من الصعب العثور على عمل مع وجود المنافسة الشريسة على الوظائف وفي مهن أخرى هناك نقص في اليد العاملة أي هناك نقص في الأشخاص الباحثين عن عمل في تلك المهن يمكن أن يكون الحصول على هذه الوظائف أسهل إذا كان لديك التعليم والخبرة المناسبين وللحصول على وظيفة يجب أن تفي بالمتطلبات التي حددها صاحب العمل على سبيل المثال قد يكون متطلبا أن تكون حاصلا على تعليم معين أو درجة علمية معينة لديك بعض الخصائص الشخصية المعينة قادرا على تحدث السويدية أو في بعض الحالات لغات أخرى قادرا على إظهار أن لديك خبرات معينة في كثير من الحالات يتطلب الكثير من الأشخاص لاستفاء المتطلبات قد يحتاج الشخص إلى قضاء الكثير من الوقت والجهد في تعلم اللغة السويدية قد يحتاج الكثيرون إلى إكمال التعليم السابق أو دراسة برنامج تعليمي جديد ويمكن أن تكون فرص التدريب العملية وسيلة لاكتساب الخبرة وتجدر الإشارة إلى أن بدء مشروعك التجاري الخاص أي تأسيس شركتك هي طريقة أخرى لدخول سوق العمل السويدي إذا كنت ترغب في بدء مشروعك الخاص أي تأسيس شركتك فهناك العديد من الأشياء التي يجب أخذها في الاعتبار ما هي أفضل الطرق لدخول سوق العمل؟ كيف يمكنك العثور على معلومات حول الفرص المتاحة؟ ترجمة نانسي قنقر